في البداية نقول حرف A هنا ننطقه ثم نقول هذا الجزء من الكلمة يسمى أي نضغط على نطق هذا الجزء لكي نبرزه أكثر صراف هذه الكلمة نطلقها على الرجل وعلى المرأة وهو الشخص الذي ندفع له ثمن المشتريات قبل أن نخرج من المتجر أو المطعم وغيرها من الأماكن بالنسبة للصراف الذي يكون في البنك فيسمى Teller Teller أو Bank Teller عدى ذلك نقول Cashier صراف The cashier counted the money The Cashier Counted 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 هذا الماضي البسيط أي The Past Simple لفعل Count بمعنى يحسب The Money The cashier counted the money حسب الصراف النقود Cashier ولذلك علم المزيد في لغة الإنجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس شكراً وإلى اللقاء شكراً وإلى اللقاء شكرا